في اليوم الثامن والسبعين العدوان الإسرائيلي وصل الاحتلال لاستهداف المدنيين ومنازلهم في قطع غزة وفي الضفة الغربية يأتي ذلك فيما طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من المناطق وسط غزة بالإخلاء والتوجه جنوبا قصف مستمر على غزة اعتقالات واقتحامات في الضفة هذا ما تعيشه الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ ثلاثة أشهر ففي مخيم النصيرات وسط القطع استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف نفذته طائرات حربية إسرائيلية كذلك شمل القصف محيط مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبية القطع أما في الشمال وتحديدا في بلدة جبلية فقد دمرت غارة نفذها الطيران محطة لتحلية المياه وفي غضون ذلك أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تعتقل ثمانية من تواقمها من مركز إسعاف شمال غزة فضلا عن تدمير مركبات الإسعاف وجزء من المبنى الإداري للمركز فيما تواصل تلك القوات منع تواقم الإسعاف في مناطق متفرقة بمدينة غزة من الوصول إلى جثامين الشهداء والمصابين وفي أحدث إشارات إلى توسيع الاكتياح البري للقطاع طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من المناطق وسط غزة بالإخلاء والتوجه جنوبا حيث وجد ألاف الفلسطينيين أنفسهم مضطرين مرة أخرى للنزوح خلال الحرب التي جعلت قطاع غزة ما كان ينعدم فيه الأمن وتستحيل فيه الحياة ناهيك عن استشهاد أكثر من عشرين ألفا منذ السابع من أكتوبر الماضي وفي الضفة الغربية بداية من جنين ونبلس وبيت لحم وصولا للخليل اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدات في وقت انقطاع الطيار القهربائي عن مخيم جنين وعدة أحياء في المدينة حيث دارت مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي أكد مدير شؤون الأونروا في غزة توماس وايت أنه لا يوجد مكان آمن في غزة بعد أمر إخلاء إسرائيلي جديد وفي من شور له على موقع التواصل الاجتماعي أكس قال وايت أن الناس في غزة بشر وليسوا قطعا على رقعة شترانك مضيفا أنه تم تهجير الكثير منهم عدة مرات بحسب الأونروا فإن أمر الإخلاء الإسرائيلي الأخير يشمل أكثر من 150 ألف شخص لذلك أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف بأن أكثر من 80% من الأطفال في قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد وتشير تقديرات المنظمة إلى أن الأسبوع المقبلة ستشهد معاناة ما لا يقل عن 10 ألاف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الذي سيهدد حياتهم لافتة إلى أن جميع الأطفال دون الخامسة في قطاع غزة وعددهم 335 ألف طفل معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد والوافاة المترجم للتغذية يعيش الداخل الإسرائيلي حالة من عدم اليقين حول الحرب على قطاع غزة لسيما في ظل الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الجيش بالإضافة طبعا إلى الخسائر الاقتصادية يأتي ذلك في وقت أشرت في هيئة البث الإسرائيلي إلى استعداد جيش الإسرائيلي لانتقال نحو المرحلة الثالثة من الحرب خلال الفترة المقبلة خسائر كبيرة تتكبدها إسرائيل وجيش الاحتلال بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة دفعت الداخل الإسرائيلي إلى التفكير في مآلات الحرب على غزة والفرضيات المناسبة لإنهائها هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادرها أن الجيش الإسرائيلي يستعد بالفعل لانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب خلال الأسابيع المقبلة والتي تتضمن إنهاء التواغل البري في قطاع غزة وتخفيض أعداد القوات وتسريح قوات الاحتياط واللجوء إلى الغارات الجوية وإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة وزعمت هيئة البث الإسرائيلية سيطرت الجيش على معظم منطقة شمال قطاع غزة مشيرة إلى صعوبات كبيرة أمام الجيش في المضي قدما إلى جنوب القطاع وسائل أعلام إسرائيلية ذهبت إلى أبعد مما نقلته هيئة البث الإسرائيلية وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلية أصبح بالفعل في خضم الانتشار للمرحلة الثالثة على عكس ما يعلنه صناع القرار مؤكدة أن مراكز القيادة المختلفة تستعد لتغيير كبير في طبيعة العمليات في غزة بحلول الشهر المقبل وسائل الأعلام الإسرائيلية أوضحت أن المرونة في الجدول الزمني للعملية في غزة تأتي في ظل اعتبارات سياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو الذي تضررت شعبيته بشدة لافتة إلى أن الوضع على الأرض في غزة لا يتقدم بالوتيرة التي يتم ترديدها في الخطاب السياسي حالة التخبط في الداخل الإسرائيلي تتمثل في عدم الاستقرار أو الوعي الكافي بكيفية تحقيق الأهداف المعلنة من العمليات التي تتضح معالمها مع استمرار المواجهات في غزة عبر شبكة من الأنفاق والكمائن في شوارع يملأها الركام إلى جانب القلق المتزايد بشأن احتمال تقديم حكومة إسرائيل تنازلات للفصائل الفلسطينية لإعادة المزيد من المحتجزين